ومن مستشفى الجامعة إلى معهد الشارقة للتراث حيث نظم مركز التراث العربي تابع لمعهد الشارقة للتراث عبر منصات التواصل الاجتماعي نظم برنامجا ثقافيا يتزامن مع اليوم العالمي للتراث السمعي البصري والذي يصادف السابع والعشرين من اكتوبر من كل عام تحت شعار نافذتك إلى العالم وذلك بمشاركة عدد من الباحثين والإعلاميين بهدف التعريف بأهمية هذا اليوم العالمي ليكون منصة لبناء الوعي العالمي للحفاظ على الموروث الثقافي التراثي للعالم وللحديث أكثر حول اليوم العالمي للتراث السمعي والبصري وأهم الأهداف التي تم طرحها في هذا البرنامج الثقافي يسعدنا أن نستضيف في استيديو أماسي الأستاذة عاشة الحصان الشامسي وهي مدير مركز التراث العربي مساء الخير أستاذة عائشة وحياة شاء الله معانا السلام عليكم أستاذ محمد اليوم ما شاء الله ننتقل من عائشة إلى عائشة وكلكم خير وبركة الله يحفظك نود أن نتعرف على تفاصيل هذا اليوم وكيف كان الاستعداد لهذا اليوم اليوم العالمي للتراث السمعي والبصري وأهمية هذا اليوم نعم طبعا كما يعني عودكم معهد الشارق للتراث في أن يحتفي بالأيام العالمية خصوصا يعني اليوم العالمي للوثائق السمعية والبصرية الذي يصادف السابع والعشرين من أكتوبر من كل عام هذا اليوم العالمي الذي اعتمدته منظمة اليونسكو مع جمعيات المحفوظات السمعية البصرية في تسليط الضوء على مواضيع مهمة جدا وهي الوثائق السمعية البصرية التي من شأنها أن تحافظ حتى على الموروث الثقافي لكل أمة فجاء الاهتمام بهذا اليوم العالمي لأنها تسلط الضوء على وثائق قد يعني ممكن أن نحن منكم مهتمين مثلا بالدور العظيم الذي تؤديه هذه الوثائق السمعية والبصرية اكتشفنا أن لها دور عظيم في توثيق عناصر التراث الثقافي سواء كان في دولة الإمارات أو حتى في أي دولة في العالم ولهذا السبب أراد معهد الشارقة للتراث بأن يركز ويسلط الضوء على هذا اليوم حتى يوضح أهمية هذا اليوم فيما يخص الحفاظ على هذه الوثائق والدورها المهم في أيضا الحفاظ على الوثائق السمعية البصرية ودورها في الحفاظ على التراث الثقافي للدولة جميل يعني هذا اليوم يؤكد على أهمية الحفاظ على الوثائق السمعية البصرية كيف يتم ذلك كيف يتم الحفاظ على هذه الوثائق طبعا هناك بعض الوثائق وصلتنا يعني تخيل هناك أفلام وثائقية تبين حقبة معينة حقبة زمنية معينة لم نكن نتصور بالأمكان أن نستفيد من هذه الأفلام الوثائقية والصور والتسجيلات السمعية في توثيق التاريخ وفي توثيق التراث وعناصرة فلهذا السبب الموضوع مهم جدا كيف نحافظ على هذه الوثائق فبدأ معحد الشارقة للتراث طبعا متمثل بمركز التراث العربي وتحديدا قسم الأرشيف بالمركز في الحفاظ على الوثائق الموجودة في قسم الأرشيف يحتوي قسم الأرشيف بالمركز على تقريبا يعني وثائق مهمة جدا وثائق سمعية عمرها فوق 35 عام هذه الوثائق استفدنا منها كثيرا في توثيق تاريخ المنطقة في توثيق أيضا عناصر التراث الثقافي في توثيق أيضا الحكايات الشعبية الموضوع مهم جدا كيف نحافظ على هذه الوثائق باستخدام التقنيات الحديثة خصوصا في وقتنا للحاضر ورقمنت هذه الوثائق طبعا معروف أن هذه الوثائق سواء كانت سمعية هي عبارة عن أشرطة هذه الأشرطة على مرور الزمن بالأمكان أنها تتلف في أي إذا لم يحافظ عليها في بيئة معينة فالموضوع ضروري جدا أن تستخدم البرامج الجديدة ورقمنت هذه الوثائق حتى يستطيع الباحثون والدارسون في الاستفادة من هذه الوثائق وتضمينها في بعض دراساتهم وبحوثهم فالموضوع مهم جدا في الحفاظ على هذه الوثائق لا شك أستاذ عايشة نافذتكم إلى العالم تم اختيار هذا الشعار للاحتفال باليوم العالمي للتراث السمعي والبصري لهذا العام أعتقد أن اختيار هذا الشعار يجسد في الحقيقة معاني كبيرة معاني لها دلالات ربما تتزامن كذلك مع الظروف التي تمر بها دول العالم صحيح الشعار هذا شعار اتخذته منظمة اليونسكو بحيث أنها في كل عام تختار شعار لليوم العالمي هذا العام بسبب ما نمر به وبما يمر به العالم من جائحة كوفيد 19 يعني الجميع على مستوى العالم كله اضطر أن يبقى في بيته وأن يلزم بيته فبالتالي الوسيلة المتاحة لديه هو التصوير والتوثيق والتواصل مع الآخر عن طريق هذه الأجهزة التواصل مع الآخر عن طريق نافذته الهاتف والتصوير وهذه الأفلام إذن نحن فتحنا هذه الأبواب وفتحنا هذه النوافذ لنتطلع على تجارب الآخرين وفتحنا هذه النوافذ على مستوى العالم لنرى تجارب الآخرين ونستفيد منها جميل كذلك قمتم بتنظيم ندوة في مركز التراث العربي تابع لمعات الشرق للتراث عن الاحتفال بهذا اليوم أود أن أتعرف على محاور هذه الندوة وماذا تضمنته نعم طبعا هذه السنة الرابعة وتعودنا في كل عام أن تكون هناك ورشة في مقر مركز التراث العربي وهناك استضافة لبعض المسؤولين والمختصين في موضوع شفت هذه الوثائق السمعية البصرية لكن بسبب الظروف المحيطة الآن اضطررنا أن نتعامل الآن بالتواصل عبر المنصة الافتراضية فكانت هناك محاور مختلفة من حيث أن هذه الوثائق السمعية البصرية ودورها في الحفاظ على الموروث الثقافي هذا كان أحد المحاور الذي اتخذناه في الندوة الافتراضية أيضا كان هناك محور آخر هو الوثائق السمعية والبصرية ودورها في تعزيز الجانب الوطني لدى المواطنين كيف أنا أستفيد من هذه الوثائق في تعزيز الجانب أو الروح الوطنية لأفراد الوطن؟ أيضا هناك تجارب أخرى في موضوع الوثائق الإذاعية هذه الإذاعة وما تحتويه من مصادر مهمة جدا ووثائق سمعية وأيضا هناك بعض الوثائق البصرية أيضا هناك تجارب طلعنا عليها بعض الأفلام الوثائقية ودور بعض المشاركين في عرض تجاربهم بالأفلام الوثائقية فكان هناك تنوع كبير ما شاء الله تقريبا 12 دولة شاركونا هذا العام ما شاء الله كيف كانت التجارب التي تم طرح في هذا العام؟ صراحة تجارب ثرية استفدنا كثيرا لأنه كان هناك تنوع في المشاركين هذا العام لم نركز فقط على المختصين في المؤسسات الأرشيفية إنما كان هناك أيضا الإعلاميين الصحافيين المصورين هناك أيضا مخرجين سينمائيين هناك منتجين لأفلام وثائقية تناولنا إذن كان هناك تنوع في الطرح وتنوع أيضا في نوعية المشاركين الذين قدموا أوراقا ثرية واستفدنا كثيرا مما طرحوه خصوصا عندما تحدثوا عن تجاربهم في تصوير الأفلام الوثائقية ودورها في تعزيز وفي توثيق التراث الثقافي لمنطقتهم جميل كما تفضلت أستاذ عائشة قبل قليل يعني تحرصون في كل عام على مشاركة هذه الفئات بالتحديد المتخصصين في توثيق التراث من إعلاميين من باحثين من كذلك أكاديميين وغيرهم من المهتمين في هذا الجانب في هذا العام نود أن نتعرف كذلك على نوعية المشاركين التي تفضلت وذكرتهم من 12 دولة عربية تقريبا أو حتى ربما غير عربية حتى غير عربية جميل ودورهم في تعزيز التراث السمعي والبصري في السابق بعض الأفراد ليست لديهم فكرة أنما توثيقهم لهذه الأحداث سواء كان هذا مصور أو كان مخرج سينمائي أو كان مثلا منتج لأفلام وثائقية هو لا يدري أن بعد مرور مدة من الزمن أن هذا الفيلم أو هذه الصورة توثق لتاريخ المنطقة وبالعكس حتى الباحثين والدارسين سواء كان لموضوع التاريخ أو التراث الثقافي سيتم الرجوع إلى هذه الأفلام وإلى هذه الصور فكانت تجارب رائعة ومواضيع مهمة جدا حتى من كان يظن أن سيستمع وكأننا في رحلة مع الزمن كأن هذه الأصوات التي تأتي إلينا عبر الزمن وقد وثقت في حقبة زمنية معينة والآن نستمع إلى هؤلاء الأشخاص وكانوا يوثقون لأحداث معينة فهذه الأحداث كانت مهمة جدا سواء كان على مختلف التخصصات صحيح فالاستفادة العظيمة جدا والمشاركين الذين شاركونا هذا العام من دول الخليج العربي من المملكة العربية السعودية من مملكة البحرين أيضا من الكويت طبعا كانت مؤسسات مشاركة الأرشيف الوطني بمملكة البحرين مديرة المركز شاركتنا في طرح ورقة مهمة جدا أيضا من الكويت وأيضا من الدول العربية من مصر من الجزائر من تونس من المغرب وأيضا الدول الأجنبية التي شاركتنا هذا العام السينيغال طبعا النروج وأيضا إيطاليا فكانت مشاركات جد مهمة ممتاز يمكن أن نستعرض بعض أسماء المشاركين وكذلك من أي دولة شاركوا المواضيع التي تحدثوا عنها من خلال هذه اللقطات التي تظهر على الشاشة في هذه اللحظات في القرن العشرين أستاذ عائشة يعتبر تراثنا السمعي والبصري رمز أساسي ربما ويمكن أن يفقد بشكل لا رجعت فيه في حال لم يتم الحفاظ عليه وتوثيقه من خلال استخدام الوسائل الحديثة التي تفضلت عنها والتي تقوم برقمنة ما تم توثيقه في السابق بالطرق التقليدية صحيح؟ طيب كيف يمكن لهذا اليوم أن يسعى لتعزيز هذا الدور في الحفاظ على مثل هذا المغروض؟ هو أساسا يعني كان هذا اليوم أساسا يعني كان يوما عالميا لأسباب معينة هي أساسا دعوة للحفاظ على هذه الوثائق وحتى لا تندثر هذه الوثائق أو تكون معرضة للاندثار بسبب العوامل البيئية التي قد تؤثر على هذه الوثائق فكانت هي الدعوة لأن يكون هذا اليوم احتفاء بالوثائق السمعية البصرية حتى نحافظ عليها هي الدعوة لأن نحافظ على هذه الوثائق عن طريق استخدام الوسائل الحديثة في الدورات السابقة استضفنا بعض الشركات المعنية ببعض البرامج الحديثة في كيفية الحفاظ على هذه الوثائق وكيفية رقمنة هذه الوثائق حتى لا تندثر حتى عوامل البيئة تساعد على تدمير هذه الوثائق فتم الاستفادة من هذه البرامج الحديثة الآن ونحن في هذا الوقت لماذا لا نستخدم الوسائل الحديثة لماذا لا نستخدم مثلا الذكاء الاصطناعي في الحفاظ على هذه الذاكرة من خلال الحفاظ على هذه الوثائق إذن لنحول هذه الأمور التكنولوجية في صالحنا وتكون هي أداء بيد المسؤولين في كيفية الحفاظ على هذه الوثائق السمعية والبصرية وكيفية عدم تدميرها بسبب عوامل البيئة يعني البعض ربما يتسأل كيف يمكن تعزيز الاستفادة من هذه المواد السمعية والبصرية الموثقة بالتحديد ويعني ما الفائدة من صونها وحفظها البعض يتسأل هل في ذلك فائدة سواء للجيل الحالي أو حتى للأجيال القادمة أكيد يعني الوثائق هذه مهمة جدا يعني باختصار هي إذا حافظنا على هذه الوثائق نحن نحافظ على التراث الثقافي لدولتنا لو حافظنا على هذه الوثائق لأنها الجزء لا يتجزأ من المنظومة المتكاملة في الحفاظ على عناصر التراث الثقافي هذه الوثائق الوثيقة دورها مهم جدا الوثيقة دورها مهم في كيفية الحفاظ على التراث الثقافي وعلى عناصر التراث الثقافي وأيضا لترسيخ الهوية الوطنية أنا كيف بنقل هذا التراث للأجيال الشابة إذا لم تكن هناك مثلا بعض الوثائق التي تبين صورة هذا العنصر الثقافي حتى يتذكر الجيل أو يعرف على الأقل الجيل في أمور اندثرت كيف سيعرف هذه العناصر إذا كانت مندثرة عن طريق الصورة وعن طريق الوثائق السمعية والبصرية أنا ممكن يعني كأني أنقلهم عبر الزمن هذه هي العناصر الموجودة لدينا وبعض العناصر التي لم تستخدم لا تستخدم حاليا لكن كانت موجودة في السابق وهذه العناصر موجودة الآن على شكل صور أو وثائق سمعية أو بصرية جميل جدا حرص معهد الشارقة للتراث على كذلك تضمين منهاجه في الحقيقة وما يقوم بطرحه من خلال الفرع الأكاديمي الذي يتبع معهد الشارقة للتراث من خلال إطلاق دبلومات مهنية هذه الدبلومات يطرح من خلالها كذلك بعض المواد أو المساقات التي تساهم في تعزيز حفظ مثل هذه المواد السمعية والبصرية فأهمية وجود مثل هذا التكامل فيما بين المعهد فيما يطرحه وفيما يقدم من رسالة من خلال الاحتفال بمثل هذا اليوم العالمي بحضور نخبة من المهتمين معهد الشارقة للتراث بشتى الإدارات الموجودة فيه هو عمل وتناغم في الأساس كل إدارة وكل مركز سابع للمعهد يؤدي رسالة ويحقق أهداف كبيرة ورؤية معهد الشارقة للتراث وكل إدارة معنية بتحقيق هذه الأهداف إذن هناك تناغم ما بين الإدارات والمراكز التابعة للمعهد نعم أشكر جزيلا شكر لأستاذ عاشي الحصان الشامسي مدير مركز التراث العربي بمعهد الشارقة للتراث على هذه المعلومات المهمة التي تفضلت بها للاحتفال بهذا اليوم العالمي شكرا لك شكرا جزيلا الله يحبك